أمس فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والذي يفتح المجال لحية كبير لإبداعات المغاربة والعرب من أفلام سينمائية وروائية ويتنافس 13 فيلما في إطار مصابقته الرسمية واختارت إدارة المهرجان كود ديفوار لتكون ضيف شرف الدورة الرابعة والعشرين فيما يشهد المهرجان فعاليات متنوعة وتكريم عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة المصرية وفاء عامر والمغربية بشرة أهريش مزيد من التفاصيل نتابعها مع ضيفنا من الرباط عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أحب أرحب فيك عن جديد ببرنامج يوم جديد وعلى قناة الغب بالبداية تعرف سينما المؤلف بأنها مرآة بتعكس أفكار المخرج وهواجسه أيضا وأيضا نظرته للعالم شرح لنا بس شوي أكتر عن هذا المفهوم عمو المعروف شكرا أولا لقناة الغد على استدعائها هذا اليوم هذا اليوم بدأنا البارحة لمهرجان افتتح البارحة لسينما المؤلف السينما المؤلف كما تعرفونها هي السينما المؤلفين وسينما الكتاب والسيناريو وفي هذا المنطلق عندنا اليوم 85 فيم ستقدم في المهرجان كل 15 في المصابقة الدولية والباقي السينما العالم والسينما المغربية والأفلام الوطائقية نعم هذا كلهم في هذا المهرجان هل بتتفق مع من يعتبر سينما المؤلف نخبوية ومواجهة فقط لطبقة المثقفة هل بتتفق معي اللي بفكر بها الطريقة هذه في الأول سينما المؤلف كانوا يعتقدون أنها فقط للمثقفين وللنخبة هذا كانت توجيهة في هذا الشيء أما الآن فتغيرت الفكرة عنها وأصبحت الآن هي السينما المؤلف لكل الطبقات المثقفة وغير المثقفة نعم إذا بدنا نحكي أكثر عن المهرجان هو تتح بفيلم الجوكر لا تم اختيار فيلم الجوكر ما معايير اختياره خاصة أنه جايب صادق كبير ونسبة إرادات جدا عالية وخاصة أنه الممثل يواكين فنيكس أبدع فيه لا نحن المهرجان هو مهرجان دولي والاختيارات لائما نختار فيلم الافتتاح وفيلم الختام لا يكون في المصابقة وكان اختاروا الأفلام التي هي المتنوعة وتكون عندها جمهور كبير فالجوكر هذه السنة هو فيلم السنة نعم وفبذلك وقع الاختيار عليه ولأحطم البارحة ألقاها كلها مملوئة عن آخرها أكثر من ألفين التي كانت موجودة في المصرح جاءت للمهرجان وبعد ما ألقينا الافتتاح وبقى الجمهور جالس واستمتع بالفيلم إلى نهايته نعم المهرجان بدوم 13 فيلم نعرف المشاهدين أكثر عنهم شو المواضيع يمكن يلي هي موجودة من خلال هالأفلام نعطي هيك نظرة شاملة عن 13 فيلم المشاركين نعم ده أولا الأفلام اللي عندنا مشاركة عندنا من جميع الدول اختارناها على أساس أفلام لسينما المؤلف واختارنا عندنا بالمواضيع اللي عندنا فيها ندوات ندوات كل يوم كانت ندوة حول العلم والسينما العلم والسينما سيتوج بفيلم بفيلم ديال ديال عفوا فيلم أد أسرا أد أسرا للبراتبيت نعم هذا سيكون هو التتويج دياله هناك كيف قلت أفلام مغاربية كذلك هناك هناك ندوة حول السينما والتشكيل وكذلك فيها أفلام متابعة له وهناك ندوة أخرى علمية على الحقوق المجاورة للفنان هذه هي المحاورة التي قمنا بها أما الأفلام فهي متنوعة كيف قلت وهي عندها 15 مصابقة وكارير والباقي أفلام العالم والموسيقى والأفلام المغربية إذا بدنا نحكي أكثر عن التكريمات يلي رح يشهدها المهرجين رح يتم تكريم الممثلة المصرية وفاء عامر كمان رح يتم تكريم أشخاص تانين خبرنا أكثر عن الفنانين يلي رح يتم تكريمهم وليه اخترتوا هود الفنانين بالذات أولا التكريمات مني على معايير دائما نختار مغربة العالم العربي ثم من باقي العالم هذه السنة كرمنا وفاء عامر المصرية الفنانة كبيرة ومعروفة عند الجميع ومحبوبة عند المغربة فكرمناها وكذلك أولاد السيد اللي هو فنان مخرج مغربي عنده عدة أفلام وكان توجه في المغرب في مهرجان عربات بالجائزة الكبرى على عدة فيلم دياله وكان شارك في المصابقة فبالتالي هذا كان تكريمه وهناك تكريم فنانة كبيرة عندنا بوشرة أهريش اللي تكون في الختام وفنان كبير وممثل ومبدع رشيد الوالي فهما اللي تكون عندهم التكريمات هناك ضيف الشرف لكود ديفوار فكود ديفوار في البعد الإفريقي جعلنا أن تكون هذه السنة ضيفة الشرف أستاذ عبد الحق يعني كيف ممكن كيف بتشوف اليوم أنه المهرجان قادر يدعم المواهب الشابة وصناعة السينما وأيضا مش بس مهرجان بالرباط يعني يمكن المهرجانات العربية كافة كيف قادر اليوم أنه تحقق إنجاز كبير بدعم المواهب الأساس هذه السنة هو دعم الشباب ودعم الشباب خلقنا هذه السنة وسنة السمير ضبرة خاصة بالأفلام القصيرة ودعنا مصابقة مصابقة وهذه السنة شاركت أربعمائة فيلم من الأفلام القصيرة واخترنا منها الأفلام التي ستشارك في المهرجان في الدورة كذلك كذلك استدعينا المخرج الأمريكي يقوم بدراسة أربعة أيام على السيناريو وسيختار سنختار ثلاثة أو أربعة شباب لسينارياتهم بعد سينارياتهم ليشاركوا بأفلامهم وسيمولون بتدعيم مغربي من المهرجان وتدعيم أمريك المهرجان كمان يشهد أنشطة صباحية إذا نحكي أكثر عن هذا الموضوع عن أنشطة الصباحية بشكل مفصل إذا كيف قلت قبل الآن لكي ندوى العلمية حول العلم والسينما لماذا اختارنا العلم والسينما لأن نقنع الناس بكتابة سيناريو حول المواضع العلمية وتبسيطها وليعرفها كل الجميع فهذا هو هدفنا من هذه الندوى الصباحية التي ستكون اليوم ثم الندوى الثانية هي السينما والتشكيل فهذا الهدف دينا هو الشباب والأطفال الصغار يعرفون الرسم التشكيلي وكل الأشياء تابعة له فلأن نحن المؤلف نريد أن نوصل كفيلم السينما لهذه الطبقات هناك ندوى أخرى حول الحقوق المجاورة للفنان لأن الفنانين لا يعرفون حقهم كثيرة فبذلك قمنا بهذه الندوى للتعريف بقوانينها وبكل حقوق وبحقوق الجميع في هذا المجال على أمل هالمهرجان أكيد يكون ناجح مثل كل المهرجانات السابقين أو الدورات السابقين نحن نتشكرك كنت معنا من الرباط الأستاذ عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف شكرا لحضرتك